في قمة القاهرة للسلام على رفض ليبيا القاطع لتصفية القضية الفلسطينية وبينما كان قادة العالم يلتقون لبحث مجريات الأوضاع وسبل إحلال السلام في فلسطين كان قصف الاحتلال الإسرائيلي يهز غزة بعنف اليوم الخامس عشر على التوالي في ظل ظروف قاسية يعيشها سكان المدينة فما الذي أنجزته قمة القاهرة وهل يعجز القادة العرب عن مجارات الاستفاف الغربي إلى جانب الاحتلال نناقش هذه الأسئلة وغيرها مع ضيوفنا في حوارية الليلة عبر الأقمار الاصطناعية من مصرات المحلل السياسي فيصل الشريف وأيضا عبر الأقمار الاصطناعية من مصرات المحامي فتح تيربل وسيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من واشنطن أستاذ العلوم السياسية نبيل ميخايل أرحب بكم جميعا ضيوفنا الأكارم وأبدأ معك سيد فيصل الشريف قبل الحديث عن ما انتهت إليه قمة القاهرة كيف يمكن أن نقيم مجريات هذه القمة وفق الأطراف التي حضرت اجتماعاتها وأيضا مستويات التمثيل مساء الخير سيد خالد لك ولي ضيفيك ومشاهديك الأكارم يعني بداية خالد حقيقة عندما تنظر لهذه القمة التي تمت الدعوة إليها في القاهرة وتنظر إلى سقف الطموح أو تنظر إلى الأطراف التي حضرت على المستوى العربي والإسلامي وعلى المستوى الدول الأوروبية أو لنقل الدول الغربية المعنية بالمسألة الفلسطينية الصهيونية في هذا الملف الذي يحصل اليوم تدرك تماما أن الأطراف المتناقضة قد حضرت جميعا هناك أطراف متناقضة جملة وتفصيلة في هذا الموضوع فيما يحدث في غزة هناك مواقف معلنة على أعلى مستوى قبل هذا الاجتماع على مستوى مجلس الأمن هناك أطراف استعملت حق النقض تجاه ماذا؟ تجاه مجرد إصدار قرار بملزم بإيقاف إطلاق النار وهدنة إنسانية هناك أطراف حرست على أن تحضر بأدنى مستوى خصوصا للوئة المتحدة الأمريكية حضرت بمستوى متدني ومخجل جدا وفي إشارة واضحة إلى أن هذه القمة لا تساوي شيء وأن حضورنا لها مجرد حضور لمجرد عبد الفتاح السيسي الذي قاعد في موقف محرج والذي يحتاج إلى هذه القمة ربما ليس لأنه يدرك تماما أنه لن يخرج عنها شيء ولكن هو بحاجة إلى ترميم موقفه تجاه تصريحاته التي أطلقها في السابق وخصوصا التصريح الشهير برفقة المستشار الألماني والذي قال فيه أن يمكن لإسرائيل أن تنقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب بينما تصفي حركات المقاومة ثم ترجحهم إن شاءت فأنت أمام مواقف معلنة قبل حتى خضور هذه الأطراف على المستوى العربي أو الإسلامي أو على المستوى الدولي سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هناك مواقف معلنة وعلى أعلى مستوى وبالتالي لم نكن منتظر أي شيء سيخرج عن قمة يعقدها العرب اللي للأسف يعني حتى شيء خرجوا بالهواء لم يخرجوا بأي شيء يعني حتى بماء وجههم أريق لم يخرجوا بشيء بيان لم يتفقوا عليه خرجوا ببيان هذا البيان على مستوى الرئاسة المصرية تلته الرئاسة المصرية جاء محتشما خجولا مخزيا يتحدث عن تطلعات وآمال ونرجو ونتمنى حتى مجرد إدانة للكيان الصهيوني على مستوى الرئاسة المصرية أو على المستوى العربي لم يجرؤوا على أن يذهبوا إليها وبالتالي ماذا تنتظر من هؤلاء؟ هؤلاء يجتمعون كالعادة ويتفرقون ولا شيء صفر اليدين الموقف العربي نراه لدى الشعوب العربية والإسلامية لا نراه لدى هؤلاء الذين فقد منهم الأمل منذ زمن بعيد طيب سيد نبيل ميخائيل لماذا فشلت القمة القاهرة في الخروج ببيان ختام موحد تعالى حضرتك والأستاذ المشاهدين وللضيفان العزيزان وطبعا نرسل التحية للشعب الصامد الشعب الفلسطيني في غزة الدبلوماسية العربية لا يجب أن ننتقدها بأسلوب لازع لأن برضو هناك بعض النجاح تحقق أن هناك إجماع عربي على ضرورة إنقاذ غزة وهم كمان قدموا غصن الزيتون لأن إسرائيل عاوز تقوم بحملة عسكرية فلا يمكن إلقاء اللوم على أي طرف عربي على أنه سبب الحرب إسرائيل هي التي تريد أن تشن حرب وفي الحقيقة العرب في موقف أفضل كتير من عما كانوا عليه في موجهات مع إسرائيل يعني هنا في أمريكا أثناء زهابي للإستوديو هناك مظاهرات ضخمة أمام البيت الأبيض تنصر القضية الفلسطينية هناك شبه إجماع من المواطنين الأمريكيون من أصل أسود أو أصل إفريقي بضرورة مساندة غزة هناك أيضا العديد من كبار المفكرين ورجال الإعلام زي تاكر كاليسون زي جاج بوليتانو زي بعض الأشخاص الأقل شهرة اللي بيحذروا إسرائيل من غاز وغزة فأعتقد أن القمة العربية يمكن استثمارها في خلق إجماع عربي وأعتقد أنها تستطيع فعلا أنها تحتشد عدد كبير من الدول في تأييد القضية العربية وأمريكا معزولة وإسرائيل أكثر عزالية وأنا لا أعتقد أن الهجوم العسكري الإسرائيلي سينجح لن تكون مثل عملية عنتيبي في أغندا عندما قام قوات الكوماندوز الإسرائيلية بتحرير عدد من الرهائن طيب في هذه الحالة في هذه الحالة لماذا فشلت قمة القاهرة في الخروج ببيان ختام موحد معلش مجرش حاجة يعني برضو نأذرهم يعني على أساس أنه هو فيه باختلاف المواقف الخاصة بالدول العربية تجاه قضية الفلسطينية بصفة عامة وتجاه ما يحدث من غزة لكن أعتقد أن في ظروف الصعبة ما هي طبيعة هذه الاختلافات في جندي؟ ما فيش داعي لإقامة الخلافات العربية البعض طبعا عاوز تطبيع مع إسرائيل البعض مش عاوز يعني أن القضية الفلسطينية تشغله عن قضية بلاده مش ما فيش هناك إجماع عربي على رفض توثين الغزويين في أي موقع آخر لكن أعتقد أمرين عدم الإجماع العربي على القضية الفلسطينية أن بعض الدول بتفضل مصالحها على القضية الفلسطينية سنين عدد من الدول الأخرى لا تريد قطع علاقاتها مع إسرائيل أو حتى المضيف التطبيع يعني حتى الدول اللي عايزة تطبع حتستنى شوية تنتظر بعض الشيء وربما قطار التطبيع تلحق به لكن في ظل الظروف الصعبة الدرامية الحادثة هناك تأييد كافي لغزة دعنا نستثمره من أجل مصلحة طيب سنات لهذه النقطة سيد نبيل مخايل ابقى معي سيد فتحي تربل إذا كان سبب عدم إمكانية الخروج ببيان ختامي موحد لقمة القاهرة هو التباين المواقف العربية تحديدا تجاه ما يجري من عدوان للأسبوع الثاني على التوالي في تقديرك على الأقل لماذا لم تتناسب مخرجات هذه القمة مع الحجم غير المسبوق للعدوان على غزة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في البداية اسمح لي أخي كريم نحييك ونحيي ضيوفك الكرام وكل متابعي قناة ليبيا الأحرار كما أتوجه بالتعازي لكل الضحايا للشهداء والقتل في غزة وفي كل مناطق فلسطين المحتلة أنا في تصوري أن جزء من السؤال قد أجاب ولو بطريقة غير مباشرة ضيفك السيد نبيل مخايل عندما قال لك أن هناك أنظمة لازالت لديها يعني رغبة في المضي قدما فيما يعرف بالتطبيع معك قيد الصهيوني وهذه ربما تكون نصف الإجابة إذن الذين اجتمعوا اليوم هم ليسوا على قلب رجل واحد ويحملون أجندات مختلفة وأهداف مختلفة قد نتفهم ذلك فيما لو أن القمة خرجت ببيان ختامي غير موحد ببيان ختامي يحمل على الأقل خطوط عريضة لكن عدم الخروج من الأساس ببيان ختامي موحد لا يفسر فقط تباين وجهة النظر لدى بعض الدول التي شاركت في القمة دعني أكبر لك الإجابة أنا لما أقول لك بأن هناك بعض الأنظمة متصهنة بشكل واضح وإن كان يريد أن يصرح بهذا اللفظ ضيفك ولكن هكذا الحقيقة وهكذا الأمور تسمى بمسمياتها وبالتالي من غير المعقول لم تجد إمكانية لأن تجتمع هذه الأنظمة ولو على سطر واحد يعني حتى الوفود الأوروبية فيها الوفد الذي جاء موثل للولايات المتحدة الأمريكية والبريطانيا حاولوا وبامتعاض أن يذكروا بأن يثبتون قضية حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وحقها في العيش وحق الطلبات التي ذكرها أو المبادئ والقيم التي ذكرها وكأنها بديهية هي تتناقض كلية مع فكرة إقامة الدولة الفلسطينية بالمعنى الذي تفهمه على الأقل تقدير الشعوب العربية التي أجبرت قصر الأنظمة الوظيفية التي جاءت من أجل خلق مرحلة بين المرحلتين بين التحليل الكامل وبين ما يسمى إقامة دولة فلسطين على أساس سنة 76 الحدود 67 تقصد حل الدولتين فالأساس هناك أجندات مختلفة واختلاف كبير لا يمكن الجوع بين بينما يصف هذه الدولة الإسرائيلية وبينما يصف الكهي المحتل المغتصب يعني كل هذه الاعتبارات تجد من الصعوبة وتتحدث على ما يسمى بالحد الأدنى حتى الأحد الأدنى ظهر بشكل مخجد يعني الآن تتحدث على أناس كل المنظمات حتى المستقلات تتحدث على كارثة محدقة بها الغزة يعني انتهاء المخزون الاستراتيجي في الغذاء وفي الدواء وفي الكهرباء وفي كل شيء ومنطقة محصورة بلغها يعني مدى حصارة 16 سنة الآن ومع ذلك يعني لم ينجحوا حتى في أن يخرجوا باتفاق تام على أن هذه حدود تظل مفتوحة وأنا في تصور الآن الأول خاصة بعد فوات الربيع العرب يعني نقول كلمة ونحن لازلنا على الأقل في هذه الرقعة المحدودة في غرب ليبيا لازلنا نتمتع بشأن الحرية نهيك عن ما يحدث يعني غير ما هو قائم في شرق البلاد أنت رأينا في غرب البلاد كيف أقل شيء حدثت هناك يعني حركات شعبية متضامنة نشاط خلط مظهرات في شرق البلاد التي هي أقرب حتى من نحية جغرافية لفلسطين ولمعاناتها لم نرى ولو حتى وقفة واحدة ولو خجودة الأمر الذي يشي إليك ويبعك بأن هذه الأوظمة جاءت لتحقيق أهداف معينة عندما تقول يعني أن إسرائيل أو الكيان الصهيوني وجد في فلسطين من أجل تقديم يعني خدمة أولا كان للنظام لدولة بريطانيا ثم بعد ذلك للمتحدة الأمريكية أنت تتحدث على استكمال هذا المشروع هو عبر الإتيام بأنظمة يعني ديكتاتورية ليس لها وظيفة إلا الحد من تقدم الشعوب وكامة حرية الشعوب في التعبير على رغباتها وإلا لا تركوا هذه الشعوب احتراما لها واحتراما لكرمتها لأن يقودها من تريد هم رفضوا هذا الأمر لأن عندما اخترت الشعوب من تريد العينة في مصر عندما اخترت حكم مدني ورأيها في توليس عندما مرضت هذه العملية لم تكن من إمكان أن تقوم إسرائيلي بمقامة به أثناء ما يرى بفترة طيب وضع تماما ابقى معي ابقى معي سيد فيصل الشريف هل السبب الرئيس لعدم إمكانية الخروج ببيان ختامي موحد لقمة القاهرة هو التباينات العربية العربية أم عدم قدرة الموقف العربي على تحشيد موقف دولي مساند أو على الأقل عدم القدرة على التأثير على الموقف الغربي المؤيد بشكل مطلق للعدوان الإسرائيلي لا هو شوف بشكل أكيد ولا لبس فيه هو أن الموقف العربي العربي أساسا منقسم على نفسه في كل القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية خاصة بعد كرنفال التطبيع الذي انتقل كالعدوى يعني مثل السرطان من دولة إلى دولة أنت علنا جهار النهار الإمارات طبعت وانتهى الأمر البحرين طبعت وانتهى الأمر العلاقات أكثر من قوية مع دولة أو ما يسمى بالكيان الصهيوني أصبحت هناك سفارات مفتوحة وتحمى هذه السفارات وهناك تمثيل دبلوماسي وهناك تعامل اقتصادي قوي جدا على مستوى العربي وعلى مستوى الإسلامي وتمكنت أمريكا من أن تنجز هذه المهام كلها لأنها تريد أن تعيش إسرائيل إلى حد كبير وتتمدد داخل هذه الجغرافية التي تعتبر غريبة عنها ولكن استطاعت بتطويع هذه الأنظمة وتمكنت من أن تجعل من هذه الأنظمة مجرد أتباع لها تأمرهم فيطيعون أما الشعوب فلقد رأينا أن الشعوب في واد والأنظمة في واد آخر والشعوب لا زالت حية ولا زال ضميرها ووجدانها حي ولا زالت بالفعل تؤمن بأن هذه القضية هي القضية الأم لكن يا خالد اليوم لا نستطيع أن نقول أن والله الموقف فقط هو عربي عربي حتى ولو كانوا سمنا على عسل العرب في بعضهم لن يخرجوا بموقف متحد تجاه القضية الفلسطينية لأن هناك دول يخشونها ويخافون منها ويخافون من زعلها وغضبها يعني هل ترى أنت اليوم حتى الموقف الأوروبي ويهروا الرؤساء وزراء أنت شفت الطريقة المهينة التي نيتنياهو استقبل بها رئيس وزراء بريطانيا بطريقة مهينة جدا الصحافة ركزت عليها ومع ذلك ذهب صاغرا إلى نيتنياهو مباشرة جاء بايدن إلى نيتنياهو وزير خارجية إيطاليا انتقلت من القمة وذهبت فيما يقال أنها اتجهت إلى إسرائيل الكل يجب أن يهروا هناك حتى يأخذ الرضا الأمريكي الولايات المتحدة الأمريكية زعلانة محركة اثنين حاملات طيران تخيل لمن؟ لغزة المحاصرة محركة زوز حاملات طيران خايفة والله حزب الله يطلب ثلاث صواريخ ولا خايفة إيران ممكن تطلق صاروخ ولا زوز يعني تخيل لأنها مستق في ولاية من ولاياتها من يقود هذه الحرب ويجهز للحرب البرية التي يريد أن يقودها هي الولايات المتحدة الأمريكية هي واشنطن هي من تعد العدة لأن الصهاينة أجبا من أن يقوموا جربوا في السابق وأجبا من أن يقوموا بهكذا دور لوحدهم وبالتالي جاءت الأم جاءت الأم المتبنية وجاء العمسام لكي يقوم بهذا الدور وهو يدرك أنه لن يكون أي ردة فعل من هؤلاء الدول الجوار وخاصة يا خالد أنت تتحدث عن رئيس دولة نعتبرها الدولة الأم يعني حاشى شعبها لأننا نتحدث عندما نتحدث عن شعب المصري فهو شعب حي لكن نتحدث عن هذا النظام الاستبدادي عبد الفتاح السيسي إلى جانب المستشار الألماني يقول والله يستطيع الصهاينة أن يأخذوا الغزاويين إلى صحراء النقل سيد فيصل الشريف اسمح لي أن أنتقل بها لسيد نبيل ميخايل سيد نبيل يعني هذه السطوة وحجم التأثير الإسرائيلي على القرار الغربي واضحة لا تحتاج حتى ربما للنقاش هل يملك القادة العرب القدرة على التأثير في الموقف الغربي حتى ولو بنسبة من هذا المستوى الذي تملكه إسرائيل ممكن أول خطوة عملوها في هذا المدمار هو رفضهم لتلقين الفلسطينيين في بلادهم سواء الصحراء النقب أو في صحراء سينة فدي خطوة ممكن يتخذوها التاني حاجة لهم ممكن يصفوا خلفتهم يعني مثلا ممكن الحروب للأسف شهادتها ليبيا اليمن الصراع الجزائري المغربي بالإضافة إلى الحروب أو التوترات في سوريا والعراق ممكن تنتهي لو في حد من الإجماع يعني أدنى مستوى من الإجماع ما بين العرب على تصفية خلافاتهم لأن هذه الخلافات تؤدي إلى استقطاب المشهد العربي ما بين طرف موالي لواشنطن وطرف مثلا موالي لإيران أعتقد أن بالسبب الأحداث في غزة التصالح أو التوافق أو الوفاق الإيراني مع دور الخليج سيستمر يعني فيه مشاورات حتى أجريت ما بين السعودية وإيران بطريقة مباشرة وعلى أعلى المستويات فستقلق واشنطن في هذا وإحنا بقى مستمعين موقف روسيا يعني أنا لا أعاول كثيرا على موقف الصين لأن الصين عمله اقتصادي لكن قزمه عسكري لكن ما هو يعني الرئيس باقي وايدن واجه خطاب من قال من 48 ساعة للأمة الأمريكية وقال فيه اتنين أعداء ليا بوتين وتنظيم حماس طيب يعني أنت ساويت بوتين وحماس طب ما هو واجه الشبه بينهما وما هي الأرض المشتركة التي تجمع بين حركة حماس في غزة وقائد الكريم لين بوتين بهذا مستوى آخر من الموضوع سيد نبيل أعذرني المقاطعة ولكن أنا كنت أتساءل معك عن مدى قدرة القادة العرب على امتلاك الفعل والتأثير في اتجاه القرار الغربي بالتوازي مع ما تملكه إسرائيل من سطوة على صناعة هذا القرار اليوم وسيد فيصل الشريف قبل قليل كان يتحدث عن مستوى الدعم الذي تتلقاه إسرائيل من دول غربية عدة لماذا لن نجد أي مستوى من مستويات التأثير في القرار الغربي لدى القادة العرب لأن طبعا أمريكا منحازة لإسرائيل لا شك في هذا لكن الموضوع له جوانب مختلفة يعني مثلا هنا الشغل الشاغل في أمريكا إن إذا كانت إيران حتدخل الحرب مؤيدة لحماس أنا في رأيي إن لو الدول العربية أقنعت إيران بعدم دخول الحرب هتبقى خطوة في غاية الأهمية لأن الجمهورين في الكونغرس عاوزين يدخلوا الحرب بسبب إن هو ده هتكون حرب مش في شوارع غزة حرب في شوارع تهران يعني هم عاوزين يضربوا آيات الله والنظام الإسلامي في إيران في غزة فدي نقطة مهمة لو العرب انتبهوا لها تبقى تحدي استراتيجي كبير لأمريكا هتفشل مخططات بايدن بالإضافة لو يعني إحنا مش عارفين إلي إزاي حيبقى فيه قتال شكله إي يعني النهاردة بيقولوا إن فيه قتال ما بين على الجبهة اللبنانية ما بين حزب الله وقوات إسرائيلية يعني يمكن يبقى فيه جبهة جديدة وهو طبعا ده حيأثر على هيبقى انعكاس لمدى تأثير العرب على القرار السياسي والعسكري الأمريكي مش عارفين تطورات القتال هتحصل إيه يعني فيه هجمات تقال على مواقع أمريكية عسكرية في سوريا وفي العراق وفي اليامج طب ما ده تأثير الدول العربية لأمريكا هل ستستمر؟ أنا أعتقد آه لأن إسرائيل هتغزو الغزة وحيبقى فيه رد عسكري وجماهيري عربي قوي قد يشمل استهداف قواعد عسكرية وأفراد أمريكيين عسكريين في دول تتواجد فيها أمريكا عسكرية طيب سيد فتحي تربل هل يجب أن ننتظر حتى تتوسع رقعة الصراع أكثر من من وثوة غزة أو فلسطين المحتلة حتى نرى قدرة للقادة العرب على التأثير في موقف دول غربية أو في موقف واشنطن أنا في تصوري استاذ خالد واسمح لي فيه ربما تراه يعني غير متسق مع ما تطرحه ولكن هذا الذي أقوله أنت يعني قضية تحرير فلسطين وقضية يعني انتصار الشعب الفلسطيني وتحقيق أماله وحقوقه وتحرير أرضه وإقامة دولته الكاملة أنا في تصوري تبدأ من الشعوب العربية وإذن من الأنظمة الأنظمة يعني نفذت الأيدي منها لم يعد هناك أمل في تصوري وما يسمى بعملية السلام التي الآن يعني تجاوزت العقود مثل هذه لو رجعت إلى القمم السابقة لو وجدتها متكررة أما أن يجتمعوا ويتنازعوا ويسب بعضهم بعض وما أن يكتفوا بالإدامات والشعور بالقلق وهكذا هذه نحن ونجدنا أماما هذه المؤتمرات والآن نحن نصر مرحلة الكهولة وربما ندخل الشيخوقة وهم نزالوا يرددون في نفس الأسلوب ولكن في التجربة البسيطة عندما رأينا طفال الأقصى في زمن القياسي رأينا الشعب الفلسطيني يعني والشعوب الإسلامية تتنفس السعاداية يحرز في زمن القياسي ويسقط هذا الهيلمان وهذه الدعاية الغربية وغيرا من الجيش الثاني والفالس والدولة النووية تسقط هذه هؤلاء الفتية المؤمنون بقضيتهم فأنا في تصوير اليوم الطريق أو أولى الخطوات الأولى لتحرير المسجد الأقصى ومقدسة المسلمين وإقابة الفلسطينية هو إعادة سيناريو الربيع العربي إسقاط هذه الأنظمة الوكيلة لا من تسقط هذه الأنظمة الوكيلة ستظل أنت يعني تشتبك مع ما يسمى بالمنطقة ألف ستظل أنت مشتبك مع الحدود التي تسبق حدود فلسطين اليوم لما اتراجع النظام المصري أو النظام الأردني أو حتى في سوريا وتحديدا خلينا نقوله أبرد سي الذي يعجز عن النظام المصري وكان شيء لا يمكن تصوره مجرد إدخال مساعدات أنت لا يتحدث على دعم في الوقت تأتي أمريكا من وراء البحار وتدعم بريطانيا وفرنسا وكل الدول الاتحاد الأوروبي ويعون جهارا نهارا ويدعموا الكيان المغتصب بالدبلوماسية وبغيرها تخجل أو يعجز الرئيس المنقلة في مصر عن فتح الباب لتقديم مساعدات طبية بل استقبال فرعة بل يعني لا أقول لا وقف الحرب ولا الغط على الصهايرة من أجل أن يوقف الحرب ولا أي شيء فقط إدخال شيء من المتفق عليه إنسانيا إدخال المساعدات الإنسانية طيب واضح الحدود مقفلة سيد فتح تربة سيد فتح تربة سيد فتح تربة سيد فتح تربة أثناشا يوم اليوم أو تلتاشا يوم وعندما نضح نضح هذه المساعدات العزية سيد فتحي حتى أعود معك إلى جوهر سؤالي أنت تراهن على صحوة شعبية تغير شكل الواقع الحالي بالكامل لكن في ظل هذا العدوان المستمر والمتواصل ويدخل في أسبوعه الثالث الآن هناك أمر واقع يجب أن يتم النظر إليه وبحث تفاصيله وفي مقابل هذه السيطرة والسطوة الإسرائيلية على القرار الغربي يطرح سؤال ألا يملك القادة العرب أي أوراق ضغط يمكن من خلالها ممارسة نوع من التأثير أو خلق مستويات من الضغط تدفع هذا تدفع صانع القرار الغربي إلى إعادة النظر في هذا الاندفاع وراء ما تريده إسرائيل أنا في تصول أنها تملك الأوراق الكثيرة لو أرادت نحن مشكرياتنا يستخدم أنها لم تريد لأنها محكومة بمن أتى بها هذه الأنظمة هي أنظمة وضيفية هذه الأنظمة غلزت في قلب الأمة ولذلك أنت تشعر بهذا العجز القضية ليست انعدام الحلول أو حتى كما ذكرت حضرتك أوراق لغط تفرض على الاتحاد الأوروبي وعلى المتحدة الأمريكية بأن تضغط على الكلام الصوريين الصوريين بأن يتوقف عن سفك الدماء وعن استهداف الأطفال وعن ضرب المساجد والكنائس والأماكن المدنية العامة لا هي الإشكالية أن هذه الأنظمة غير قادرة حتى على البواح بما يعني من حد الأدمى كما قلت لك من الطلبات فلذلك أنا لا أتصور بأن هناك أمل سوف يرجى من النظام في الأردن أو النظام في مصر أو في سوريا أو لا وغير ذلك هذه الأنظمة لا تنمك لها حقيقية لأن الذي أتى بها عندما يأتي بك الشعب مثل هذه المظاهرات تحجك ولذلك هذه الأنظمة في العربة عندما خلت الشعوب وبدأت تندد بهذه الجرائم لم تملك إلا أن أقل شيء ظهرت في اتجاه موضوع فتح الدخول لمساعدات الإنسانية ولكن هذه الأنظمة متحكمة في شعوبها للأسف وسلبت الحرية من الناس وبالتالي ما عندش شعوب أمامها إلا أن تختاروا خيارة المقاومة من أجل أن تختحم هذه الحدود وأن تغيث الأطفال والنساء وما يحدث من مجازل كل يوم حتى لحظات الاجتماع يا دكتور خالد استدخار لحظات الاجتماع يعني قطل ما يزيد أنا كنت أشاهد الاجتماع وأشاهد ما تقول الأخبار قطل ما يزيد العشرين شخص أثناء الاجتماع نفسه نعم وأن كلها من أماكن المدرية تتحدث على أمر قل من وقال فينا واضح تمام سيد فيصل الشريف كيف يمكن أن نقيم حجم الاستجابة العربية على مستوى صناعة القرار لدى القادة العرب بعد أسبوعين من العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة تخيل أن نجي من نهاية سؤالك يا خالد بعد أسبوعين تخيل هؤلاء الزعماء والمعالي والمبجلين والقادة العظام هذيما واللي طالع ابن يشين عسكري يمعلق جمية نشان عسكري ويبرز في معارك اللي خاضهم وهو لم يخض شيئا في حياته وهؤلاء يتشدقون على شعوبهم ويخدوا في الصور التذكارية ولا يفعلون شيء بعد أسبوعين تخيل وبعد مجزرة المعمداني التي يندى لها جبين الإنسانية تخيل طالعين في قمة لماذا هذه القمة أنا في تقديري الشخصي خالد هذه القمة اللي في القاهرة جاءت لمحاولة تخذير هذه الشعوب التائرة يا سادتنا قالوا لهم يا سادتنا في واشنطن وفي باريس وفي برلين وفي باقي الدول الغربية اسمحوا لنا بهذه القمة وانجحوها وشاركون فيها وخلونا نقولوا كلام فضفاض مايع شوية لأن رأي الشعوب نيضة علينا وانتم تبقونا نبقوا حتى نحرس لكم هذه الممليك وهذه الدول ولهذا هذا اللي صار السيسي نفسه بعد التلخبيط اللي لخبطها كلها وبعد اللي قال وبعد الحشايم اللي دارها والشعب المصري وصل في التحرير حتى اللي نمزق صورته لازم ما يطلع بشوي بها المنظرة هذه لأنها مقبل على الانتخابات قادمة هو في النهاية حيزورها وحينجح لكن يحتاج إلى هذا البرستيج هذا ما فعلوه أما قصة ضيفك السيد ضيفك يعني يتحدث على أنه والله غصن الزيتون وفي النهاية احرجناهم أن نقدمنا غصن الزيتون ونعمل احرج تحني لنا 75 سنة نقدم أغصان الزيتون غابات من الزيتون قدمناها لذلك المحتل المجرم السفاح الصهيوني هل نفع شيء؟ هل نفعت أغصان الزيتون هذه الغابات كلها؟ يعني زدناها غصن آخر؟ الذي يحدث لا يمكن اليوم إلا أن تكون هناك مواقف حقيقية على مستوى الشعوب العربية التي يجب أن لا تهدأ بعد اليوم عليها أن تصل إلى ما تصل إليه وين بتوصل؟ توصل إلى إسقاط هذه الأنظمة المتصاهنة فلتسقط هذه الأنظمة المتصاهنة لكن اللي قعد يحدث عار علينا نحن بالله عليك دولة بينها حدود يا خالد هي وغزة أنا لا أتحدث عن النظام المصري فقط كل الأنظمة ولكن هذه الدولة اللي نعتبر فيها الدولة الأم عندها حدود مع غزة هذه دولة وهذه دولة ما دخل الصهيوني منعوك من إدخال المساعدات الإنسانية بعد أن أغرقت الأنفاق بالمياه وقمت بحصار غزة وكنت الشرطي لبني صهيون أتحدث عن نظام عبدالفتاح السيزي هذا الواقع نريد أن نجمل هذا القباح ممكن والله نجمله نقوله والله يغصن الزيتون وهم إن شاء الله غري يقنعوا إيران أنها متخشش فلتدخل إيران وليدخل حزب الله ولتدخل كلها ولا عدل إلا إن تعادلت القوة وتصادم الإرهاب بالإرهابي بعد اليوم وبعد مجزرة المعمداني لا مجالا للعواطف وأغصان الزيتون والكلام الجميل ويالله طبطب عليهم طبطب عليك لم عاش يمشي هؤلاء لا يفهمون إلا القوة الله سبحانه وتعالى قال وأعدوا لهم ما استضعتم من قوة مش من شجب واستنكار وغصن زيتون هذا هو الواقع هؤلاء جاءوا بالقوة وبالقتل وبالدمار ولم يحترموا الإنسانية لا قانون دولي إنساني ولا قانون دولي لحقوق الإنسان ولا اتفاقيات جنيف ولا غيرها عندما كان يحصل مثل هذا في أوكرانيا الغرب كان على ساقن واحدة وكان يبكي وكانت وسائل إعلامه تتضامن مع أوكرانيا وكان كل شيء يحصل أمامنا اليوم العين العوراء هي التي تحصل تجاه غزة ما يحصل في غزة لا يعتبرونهم بشر أصلا وعلى إسرائيل أن تفعل ما تريد فعله اسمح لي سيد فيصل سيد نبيل ميخايل في ظل هذا الوضع التعامل بازدواجية المعايير إذا نظرنا للمواقف الغربية تجاه ما يحصل في أوكرانيا وأيضا المواقف الغربية تجاه ما يحصل في فلسطين المحتلة وأيضا في ظل هذا المستوى غير المسبوخ من الصلف الإسرائيلي في التعامل مع الوضع في غزة هل يبدو لك من المنطقي والواقع اليوم الحديث عن قمم تبحث فرص الوصول إلى السلام في ظل معطيات هذا الوضع القائم الآن لا يعني السؤال يجب يعد صيخته إن القمة العربية في مدينة القاهرة النهاردة كانت لمنع العدوان على غزة كانت مطلبة السؤال ينطلق من مسمى القمة أنا أريدك أن تجبني على سؤالي كما هو السؤال ينطلق من مسمى القمة قمة القاهرة الدولية للسلام هل من الواقعي والمنطقي أن تتعاطى في ظل مثل هذه الظروف في مثل هذه المستويات غير مسبوقة من العدوان الإسرائيلي على غزة وفي عموم فلسطين المحتلة وفي ظل هذا المستوى غير مسبوك من الصلف والعنجهية التي يتعاطى بها الاحتلال الإسرائيلي مع كل محاولة الأطراف للتهدئة هل يمكن أن أتحدث في ظل هذا الوضع وهذا الواقع عن قمم تبحث فرص الوصول إلى السلام لا مجال لا عقلانية لا منطق في دعوة للسلام من أي منصة سواء حتى اجتماع يعني مصغر اجتماع موسع لكن أيضا هستخدم المنطقية والعقل هل من المنطق والعقل أن يطالب الرئيس بايدن الكونجرس باعتماد ما فوق 100 مليار دولار لإسرائيل وغزة وإسرائيل وكورانيا الكونجرس صبعا حرفضها فإحنا بنقيس العقلانية طبقا لمعايير التفكير السليم من منطق العقلانية أيضا أقول وبكل شجاعة أن إسرائيل ستفشل في اكتياحها العسكري لغزة لأن الغزويين حيدفوا على كيانهم الفلسطيني مش حيدفوا على حركة حماس هناك خطأ أمريكي وتقليل من شأن الفلسطينيين الفلسطينيين سيكونوا زي ما فعل المصريين في بورسعيد في العدوان السلاسي في أزمة السويس في 1956 اللي كان بيحب عبد الناصر ولا بيكره عبد الناصر ما كانش بيدفع عنه كان بيدفع عن مصر وعرضيها فده اللي حيصل في غزة فزي ما أمريكا راحت فيتنام وكان مستنقى عليها غزة حتكون مستنقى للإسرائيليين بتعاتي عن سؤالي سيد نبيل لم تجبني عن سؤالي لم تجبني عن سؤالي بشكل محدد كيف تقيم حجم الاستجابة الاستجابة العربية لاتجاه العدوان المتواصل على غزة هل الاستجابة المناسبة لما يجري طيلة الأيام الماضية من عمليات عسكرية يشنها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هي أن يتم عقد قمة تبحث فرص الوصول إلى السلام لا القمة أنا يعني بنظر لها بمنطق مختلف هي القمة عايزة تمنع الحرب يعني أنا أنظر لعقد القمة بمنطلق مختلف لا فيش حد دعا للسلام أمريكا مش هتبعت مبعوث للسلام لكن لازم ندفع عن الفلسطينيين وبعدين ما فيش موقف حرج اللحم الفلسطيني بينهش ما فيش دعا بقى نعمل للخلافات العربية والإزاعات العربية وصوت العرب يشتن في ده خلينا المؤحدين أحسن بدل ما نقعد نشتن في بعض خلينا بدل جلد الزاد خلينا نأخذ موقف عقلاني وابقى فيه حد أدنى من الإجماع ونشوف إزاي نوقف العدوان على غزة لكن أنا ممكن أستفيد في الحديث وأقول إن فيه فعلا مشاهد في أمريكا تنم على إن فيه رفض في قطاعات كبيرة في المجتمع الأمريكا للحرب آخر استطلاع للرأي أجرته محاطة سي بي اس مع هيا أخرى لقياس الرأي العام قالت إن 45 فقط من الشعب الأمريكي يؤيد الحرب يعني فيه تطورات حتحصل قطيرة جدا في الأيام القليلة القادمة والأسابيع القليلة القادمة تجعل من إسرائيل مهزومة في غزة أنا ممكن أستفيد في هذا الحديث لكن القمة لم تعقد للدعوة للسلام القمة عقدت لوقف الحرب بس ده ما أرى ربما تختلف معي لكن هذا ما أرى وأرى أن هناك يعني دفاع صلب وقوي على الفلسطينيين حتى هنا من عمق واشنطن سيد بأني طيب سيد فتح التربل في تقديرك ما هي أسباب عدم تطور المواقف العربية إلى المستوى الذي يوازي حجم العدوان الإسرائيلي على غزة هو ذات الشوء الذي سألته لي قبل غليل والمسألة أن الصف الذي تريد منه أن يقابل ويطور من أدائه وتفاعله مع هذه القضية صف يعني مدخول صف مختلف صف فيه حلفاء العدو شيئا ما بينها أنا أعرف أن هذه الكريمات ربما تكون قاسية ولا لا تتسق مع الخطاب الدبلوماسي ولكن هذه وصلنا إليها بعد يعني عقود من المشاهدات يعني أنت تعرف لو رجعنا فترة الثمانينات أو الأوائل التسعينات ورأينا خاصة زمان نظام الجذافي وغيرها كل ما تكون فيه هناك قمة عربية يخرج إعلام بمشاهد الجذافي ويتخاصة مع حسن مبارك يخرج الإعلام بكلمات لصدام حسين للأسد وهكذا لكن المضمون الموضوع يريح ولذلك حتى القيادات الفلسطينية يعني ما ذكر زمان على الراحل ياسر عرفائة رحمة الله عليه يتحدث على أن أحد أهم التحديات ويوجد أن العرب لم يكونوا على يعني على قلب وجل واحد بهذه القضية حتى إن أعلموا شعوبهم بأنها قضية مركزية ولكن عمليا كان بالإمكان يتحدث في مقطع سمعته قبل قبل يعني ممكن يوم أو يومين لوزير مندوب ليبيا في النوم المتحدة السيد شاجم يتحدث على أن القذافي كان يعلن على جامع التبرعات للناقلة للشعب الفلسطيني في فترات سابقة أثناء يعني العقد الثمينات ولا تذهب هذه الأموال للشعب الفلسطيني يذكر أن بعد القمع كنا نجتمع وقال يضع كل واحد مننا حصة لها خمسين مليون كل دولة أضوى قالوا وكان ينعنا من إحاية هذه المبالغ إلى الجامعة العربية يعني أنت أمام حالة فوضوية الحقيقة تقول بأن هؤلاء الناس غير راجبين وغير قادين أيضا لو أرادوا كما قلت لك يعني منحنا ما عندنا لاش حاجة ضربوها مثل بها إلا حكم مرسي خلال سنة في خطاب وجه رسالة واضحة للكيان الصهيوني عندها بدأت نعلم منه وشات قال يجب أن تعنوا بأن الغزة ليست وحدة مجرد سقوط النظام في ليبيا سمعني بتسريب عن من سرد هذا الأمر هذا شيء آخر نتفق ونختلفه معه ولكن الثواء في ليبيا في زمن قياسي استضاعهم وصلوا السلاح لغزة أنت بتقول لي حماس غير بيقول كذا هذا شيء آخر ولكن حقيقة الأمر الشعوب لو ترك له الأمر ولا يجب أن تنتزع هذا الحق لأصبحت قضية الصهاينة وقضية حي فلسطين شيء من الماضي ينتهي الموضوع وفي زمن قياسي الشعب الكيان الصهيوني يعني بقدر ما يملك من تكنولوجيا بقدر ما يملك من تسليح متفوق إلا أن نقاط الضعف وبذور الفناء يحملوا في هذا الكيان وبالتالي لا حل سيأتي عبر هذه الأصنام الإصنام الحكام الحل الحقيقي يجب أن يأتي من الشعوب العربية وتحديده في مقدمتها الشعب المصري يجب أن يكون رأس الحربة في هذا الأمر هذا الذي أراه وهذا الذي يعني أن تصوره والشعور كلها وراء الشعب المصري بإذن الله لا يستطاع أن يقترع هذا الصلم الوظيف الذي لم يأتي إلا فقط لمنع هذه الانفجارات التي مشاريع سوف تحرق الأخضاء واليامر سيد فتح تربت فبهاية حتى مع عدم الرضا على المواقف العربية تجاه هذا العدوان المستمر لكن هناك بعض المواقف رافضة بشدة وبوضوح من بينها الموقف الليبي وغيرها من الدول التي صرحت فيها الحكومات أو الجهات التي تمثل أنظمتها صرحت فيها برفض قاطع لما يجري ودعت بضرورة الوصول إلى حالة وقف فوري لما يحدث لا يمكن أن نتجاهل هذه المواقف حتى وأن لم تكن مرضية لكن تسألنا كان لماذا لم يتم تطوير هذه المواقف لنشهد حالة مختلفة عندما نسمع كما قلت نرجع للتاريخ ونسمع أن الجذافي يقول في خطاباته يقول أنه أنا أتحدى الحكام العرب أن يفعله ويفعله أنا أتحدى وكأنه هو مش حاكم عربي أنت اليوم أن تسمع كلمة المنفي كرئيس مجلس رئاسي غير منتخب وأيضا موضوع بطريقة نوبي أخرى في ظل الأزمة الليبية هي أيضا كلمة مستهلكة كلمة نحن مع الشعب الفلسطين نمتع وتنفع كلمة النوع ولكن وجدك أنا معه يعني النظام الجهودي للجهود المصرية ما هي الجهود النظام المصري هي الاستجداء لفتح المعبر لإدخال المساعدات فيما نعتبر أن الموقف اللي بيمتقدم على غيرها من المواقف العربية ومواقف دول أخرى أيضا سمح لنا أنتقل للسيد فيصل الشريف أعضرني سيدا فكتربي سيد فيصل الشريف يعني بعيدا عن مسألة أي الدول لديها مواقف متقدمة على غيرها من الدول العربية والإسلامية المهتمة بالقضية الفلسطينية لكن هل يصعب على القادة العرب تطوير هذه المواقف وإن كانت مواقف غير مرضية بالنسبة للشعوب لكن مع استمرار العدوان لماذا لا يتم بحث فرص تطوير هذه المواقف لتصبح ذات تأثير لدى صانع القرار الغربي الذي بالنهاية بإمكانه أن يضع حد لهذا العدوان المستمر سيد فيصل شريف على التاريخ السابق للأسف لم أستمع لحديثك من البداية أفرام بما بعض المواقف سيد فيصل نعم خالد تسمعني نعم الآن في الاستماع تسمعني خالد نعم خالد شوف يعني بمجرد أن تلقي نظرة فقط على بعض المواقف السابقة مثلا ملك السعودية الملك فيصل رحمه الله يعني في السابق حدد باستعمال ورقة النفط وفي النهاية انتهى الأمر باغتياله يعني أنت اليوم عندما تتحدث عن الخليج العربي ودول شمال أفريقيا وتتحدث عن الدول الإسلامية لو أن هناك بالفعل قيادات حقيقية يعني ملتزمة فعلا بقضاياها تستطيع أن تلعب بالورقة الاقتصادية عن طريق النفط والغاز تستطيع أيضا أن تهدد بالورقة العسكرية لكن ليس لديك رجال يقودون هذه الأمة للأسف هذه الأمة التي أصبحت غتاء السيد وإلا أنت تتحدث عن أسلحة وعتاد وطيران حربي مخزا يستعمل لقمع الشعوب ولضرب بعضهم البعض انظروا للسعودية ماذا فعلت في اليمن وانظر إلى الطيران والسلاحية والإمارات وغيرها وماذا فعلوا في باقي الدول العربية هؤلاء مسلطون علينا للأسف هؤلاء سيوب مسلطة على شعوبها وعلى الدول العربية والإسلامية لكنهم خدمة لهذا الكيان الغاصب غير ذلك لا يمكن أن يقنعني أحد اليوم الحديث عن أن والله يمكن أن تتقدم هذه المواقف العربية أكثر مما رأيته ولن ترى شيء لأنك بسهولة اليوم تستطيع أن تقول أن هذا الحديث المستهلك الذي قدمه اليوم الأطقم المحفوظة الذي نفس الشيء هذا تكتب والشخص الذي يكتب فيه هو ذات الشخص يعني نرفض ونجب وفورا ويجب تقديم المساعدات ويجب العمليات العسكرية أن تقف بينما أنت ترى في الطرف الآخر يحركون حاملات طائرات ويدعمون بالصواريخ ويصورون الصواريخ التي وصلت من واشنطن لقصف أبناء غزة بل وصلت بهم الوقاحة إلى أن اتهموا أو أرادوا أن يتهموا حماس بأنها من قصفت مستشفى المعمداني شوف يقتل القتيل ويمشي بجنازته اليوم يجب أن نقولها بصراحة على رأسنا تاج على رأسنا حماس والجهاد الإسلامي وكتائب الأقصى وكل فصائل المقاومة التي تقاتل ذلك العدو الصهيوني القاتل المجرم حتى تسترد أراضيها وتسترد مقدساتنا ومقدساتها لأن للأسف باقي الأمة نائمة في العسل ويجب أن نقولها بصراحة الإعلام يا خالد الإعلام الذي هو سلاح دو حدين سلاح الإعلام استطاع أن يحرك الشعوب حتى على مستوى الدول الغربية رأينا إعلامهم رغم أن البي بي سي وفوكس نيوز والجارديان وغيرها رغم أنهم عملوا بكل قوة على دعم إسرائيل ومحاولة فبركت وإنتاج يعني مسرحيات سمجة كاذبة وروجوا أن والله حماس قتلت وقطعت الرؤوس وغيرها وتبنى الرواية بايدن نفسه ثم عاد البيت الأبيض وتنصل منها هذا كله يعطيك انطباع أن الإعلام الغربي يحرك هؤلاء ويحاول من خلاله التأثير على شعوبهم هم يخشون من شعوبهم لأن لديهم إلى حد كبير ديمقراطية أما نحن فلا يخافون مننا ولا يخافون من الشعوب لأنهم يدركون جيدا أنهم سيفوزون في الجولة القادمة وبتسعة وتسعين في المية وبالتالي ماذا يساوي هذا الشعب فليتروا اليوم وسيهدأ غدا هذه نظرتهم إلينا وهذا الذي يجب أن يتغير كيف يتغير؟ لا حل يا خالد إلا بمحاولة يعني تغيير هذا الوضع المخجل والعمل على إيصال السلاح وإيصال القوة هذا المجتمع وهذه الدول الغربية المتجبرة لم تحترم إلا القوي إذا لم تكن قويا فاستعد لأن تكون ضحية إلى أبد الحياة سيد نبيل مخايل ما جدوى التعامل مع اعتداء غير مسبوك بهذا المستوى بوسائل تقليدية لا تتجاوز البيانات والاجتماعات وهي وسائل القارئ للتاريخ يعرف أنها لا تردع العدو قصوا عليات كثيرة يعني مثلا فيها اتفاق اسمها دفاقية الدفاع العربي المشترك لكن لن نسمع عن قيادة عربية مشتركة للجيوش فالوحدة العربية شعارات أكثر مهمة تطبيق يعني الوحدة الأوروبية اتحاد اقتصادي ما فيش حتى التحاد اقتصادي ما بين الدول العربية في انقسامات خطيرة في السودان في ليبيا في اليمن في العراق في سوريا بين الفلسطينيين نفسهم فدعنا نستعمل الأليات الحالية ونشوف إذا كانت هتكون قنوات نجاحة أم لا العالم بيتغير وأيضا العالم العربي بيتغير لكن التركيز حاليا يجب أن يكون على أولوية استراتيجية افشال حرب إسرائيل في غزة يعني أنا في رأيي أن هي زي حرب 67 لو فشلت إسرائيل فيها هتبقى إنقاذ للعرب لأن العالم كله هنتقد إسرائيل بما فيها ناس في أمريكا يعني في عندك ترامب أن ينتقد بمدى حزب الله مش هقول أن ترامب هيجامل حزب الله لا لكن فيه ناس بتقول ليس لنا مصلحة في حرب في غزة وهنا سيد نبيل وعبد المقافعة هنا من البديهة أن يرد سؤال أمام ما تقوله كيف يمكن للمقاومة معزولة في داخل غزة أن تفشل هذا العدوان إذا استمرت المواقف العربية والإسلامية الداعمة للقضية الفلسطينية في مستوى الاجتماعات والبيانات فقط ده سؤال مهم يحتاج حلقات عديدة وعلى المستوى الأكاديمي ممكن تكتب رسالة الدكتوراه منه بس للاختصار أنظر إلى روسيا في جروزني أيام يلسن في التسعينيات وبعد الإطاحة بصدام في أبريل 2003 جنود بيتدخلوا في مركز عمراني إربان سنتر وحوالهم مليون شخص وكل شخص زي حرب البوزنيا سنايبر قناسة حيضرب على جندي أمريكي موته حيضرب على جندي روسي موته ما دل حيحسن الغزويين حيضربوا بالنبل الإسرائيليين موتوهم ممكن تبقى هجمات انتحارية ممكن الصواريخ اللي بتطلق على أهداف في إسرائيل تطلق على تجمعات الجنود الإسرائيليين يعني مش عايزة نابوليون بونابارتا أو عبقرية عسكرية عشان يطلح تلك الخطف العسكرية أنا كمان لا أستبع تدخل روسي مثلما عمل بولغانين مع مصر أثناء العدوان في أكتوبر نوفمبر 1956 هناك عامل استراتيجية كبيرة فيجب النظر إلى مدان القتال وليس إلى التاريخ والأرشيف الطويل بالخلافات العربية والإخفاق العربي لأنه لا ينفع البكاء على اللبن المسكوب باختصار سيد فتح التربل بواقعية بواقعية الآن إذا كان مسألة التحول من هذه المواقف إلى تحرك في مستوى عامل عسكري أمر غير وارد على الأقل قياسا أو نظرا لما هو موجود من مواقف معلنة حتى الساعة ما المفترض أن تقدمها الدول العربية والإسلامية مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة هو ضيفك ذكر شيء قال يعني يعني كأنه يعتبر نجاح لو نجحنا في إيقاف دخول إسرائيل إلى غزة أو صهاينة أو انطلاق عملية الاجتياح وأنا في تصوي قد أقرأ قد أرى الأمور غير ذلك يعني هو التدخل حتما وقطعا ليس في صالح إسرائيل حتى وإن أظهرت بأنها تعد لذلك فالأمر تعلم جيدا إسرائيل أو الكيان الصهوني بأن هناك مشكلتين أولا الكلفة الكبيرة جدا لهذه العملية وكونها لم تتوقف فقط لتكون حرب بين الصهاينة والمقاومة في غزة وإنما كما ذكر لك الضيف ستكون مع كافة الغزويين أيضا ستكون هناك حرب إقليمية هناك أطراف كبيرة نعرف إيران نعرف حزب الله مقاومة في الجنوب نعرف ربما حتى الجبهات الأخرى قابلة للانفجار وفي أي لحظة وبالتالي الأمر له ما بعده نهيك عن أمر تتناوله وسائل إعلام الصهونية وهي ماذا بعد الحرب حتى بعد أن ننجح كيف سيتم الخروج من غزة هي أيضا إشكالية كبيرة فأنا في تصوري وإن أجلب حول دخول الحرب والاجتياح إلا أن في تصوري في ظني على الأقل بطريقة متواضحة هو أمر نازال يعني غير قريب ولكن هنا في تصوري حتى لو حدث أنا أرى بأنه ربما ستكون فيه مصلحة أيضا وصورة أوضح لأن هذه خلال الأسبوعين رأينا كيف تداعت الأقنعة وسقطت الأقنعة على وجوه كثير من الجهات الاتحاد العرب ظهر بمشهده الحقيقي النعنام العالم ظهر بمظهر حقيقي المنحاز الدول العربية ظهرت بأنها عاجزة وشديدة العجز عبر هذه القمة وقبها لأن مجتمع عاجز عن إدخال مساعدات لغزة مجرد مواد طبية مجرد الوصول إلى حل لفتح تدفقات المياه والكهرباء وغيرها فأنت أمام أحداث كل يوم يكشفتك من هي الورقة القوية وهل هي مسيرة السلام كما يسمى وعمية السلام هي القادرة على جاب الحقوق للفلسطينيين أو المقاومة رغم كلفتها ولكن مع ذلك هي مقادرة فأعودي أقول لك المدخل الحقيقي في تصوري ما زلت أراهن على هذا الشعب وربما إذا ازدادت وحمي الوطيس وازدادت كلفة هذه الضريبة هذه الحرب وهذا العدوان ربما سادت اللحظة تنفج فيها الشعوب وتتقدم نحو حكامها العملاء لتسقطها وتنطلق مباشرة إلى هدفها قد يكون هذا مشهد دراماتيكي وغير متصور أو حتى خيال درامي ولكن هذا المتوقع أنا أتصور في أكثر من مرة عندما يقوم الصهاينة بخوض حرب سواء مع حزب الله في جريب لبنان أو مع حماس فيما سدق وفصائل مقاومة أخرى من تهرون لوقف الحرب دائما إسرائيل عبر وسطاء آخرين هي التي غير قادرة على الاستماع ولذلك الآن في الإعلام الصهيوني الميقول يتحدث على أن نحن سنخوض هذه الحرب وبعد ذلك نفكر كيف نخرج من هذه المنطقة التي يعتبرها موبوعة بالنسبة له في تصور أما لا نخشى من عملية استمرار الحرب الاستمرار الحرب حقيقة خسارة أكثر للصهاينة أكثر من فلسطين لأن فلسطين لم يقعد هناك لما يخسره يعني أنت لما نبلغ من قتل الأطفال 1700 ماذا تنتظر أكثر من 65% من نساء الأطفال يعني ما عاش عند الصهاينة والكيام المحتل إلا قتل مدنيين ولكن الضرب الحقيقي للمقاومة إلى الآن مقاومة تسجل تقدما أكثر بالنظر إلى الانكانيات وإلى زمان مبادرة وإلى التحق في مجالية المعركة إلى هذه اللحظة تسجل المقاومة شكرا لك وصلنا لختام هذه الحلقة أشكرك ضيفنا من مصرات المحامي فتحي تيربل أيضا الشكر لضيفنا من واشنطن أستاذ العلم السياسية نبيل ميخايل ولضيفنا من مصرات المحلل السياسي فيصل الشريف شكرا جزيلا لكم جميعا والشكر في الختام موصول لكم أنتم أستاذ المشاهدين في أمان الله اشتركوا في القناة